وفي الصفحي أسديكا تراقا ومنتا على حبك المبدون أمين رح نتكلم في هذا الوقت عن موضوع المسامحة وماذا يعني لي عندما أسامح كيف أفهم أنا كإنسان مسيحي موضوع المسامحة وأسامح من وإلى أي حد هل هناك حدود للمسامحة ومن نتكلم عن المسامحة أنه هناك شخص قد أخطأ إلي واعتذر مني واعتذر مني بس أنا بقيت محمل بأفكار سلبية حول هذا الشخص مدى أستطيع أتخلص منها فمدى أستطيع أتواصل معه فتلاحظون هاي الحالة تقود البعض أنه يعمل بلوك لشخص يعمل لأنفريند يحاول يتصل به هذا الشخص ما يجاوب تليفوناته فهذه الحالة اللي دا نتحدث عنها يعني دا نتحدث عن شخص اقتنع أنه هذاك الآخر قد أسائل بشيء معين قد أسائل مع العلم أنه هذاك قد صنع معاه خير كثير صنع معاه خير كثير وحتى على هذه الجزئية الصغيرة هو كان قد اعتذر لحظة أحبائي دا نتحدث عن هذه الحالة بالتحديد يعني مدى نقول أنه هناك شخص سيء جدا لا لا دا نتحدث عن شخص مظلوم أصلا مظلوم من قبل هذا الشخص فهذا الشخص اللي مدى يستطيع أن يسامح مدى يستطيع أن يغفر وهو يذهب للكنيسة يحضر درس كتاب مقدس بس هو ما عارف أنه هذا التصرف اللي دا يتصرفه هو دا يحرمه من أبديته أشرح لكم الحالة أكثر هناك شخص قام بمساعدة إحدى السيدات قام بمساعدتها مساعدة كبيرة جدا ما كانت تحلم بها في حياتها يعني ساعدها في موضوع هجرة واعتنى بيها وعمل كل هذا الشيء اللي صار من إجدتي لهذا البلد هي يعني حبت أنه يكون لها مركز آخر حبت أنه يكون الاهتمام بيها أكثر وأكثر ولأنه هذا الشخص هو مشغول يعني هم عنده التزامات عنده كذا ففي يوم من الأيام ما استطاع أن يزورها لي يمكن لي أسبوعين أو ثلاثة يعني فهي ظل على خاطرها وبنها ذاك الوقت أخذت موقف قامت تفسر كل كلمة يتكلمون بيها بشكل سلبي من ناحية العائلة الأخرى فهذه الأفكار ما قدرت تنساها مع الوقت تبنتها وبتدأت تعمل بلوك لكل أفراد العائلة مع العلم آخر موقف كان بيناتهم شيء طبيعي كان يعني حديث وحوار وبالهاتف وكل شيء طبيعي فجأة فجأة قررت أنه تزعل هاي الحالات موجودة موجودة هناك أشخاص تلاحظوهم على غفلة اتخذوا موقف وعملوا بلوك أو أنفرند أنفرند بناءًا عن إيش؟ بناءًا عن أفكارهم الخاصة أفكارهم الخاصة هم تبنوها وقتنعوا بيها تمام هذول الأشخاص بالحقيقة هم لم يعرفوا أبجديات المسيحية أبجديات المسيحية المسيحية هي مسيحية عطاء مسيحية بذل فالبذل والعطاء إذا ما كان مرتبط بالمسامحة لأن المسامحة هي شنو؟ هي بذل صحيح؟ أنا من داء أسامح أنا داء أبذل أنا داء أقدم شيء داء أقبل ما يخالف لنفرض أنه أنت فعلاً أسأت إلي بس أنا رح أقبل وأسامحك أنا رح أتنازل أتنازل عن كرامتي مثلاً طبعاً هو ما صاير كل هاي الأشياء الحالة اللي داء أتكلم بها هي شيء بالعكس الطرف الآخر هو المظلوم بس لأنه هذا هو مقتنع بهاي الأمور هو ابتدأ يفكر بهاي الطريقة فاللي صار شنو؟ أنه هكذا إنسان هو دا يعيش في حالة هل تعتقدون أنه هو رح يكون سعيد؟ هل الرب رح يكون سعيد؟ هل الطرف الآخر رح يكون سعيد بي؟ الاتلاف أطراف رح يكونون بالحقيقة حزانة على هذا الشخص وهو أيضاً حزين على نفسه دائماً الخصام لا يولد سعادة بل العكس هو الصح الغفران والمسامحة يجلب سلام لكامل الكيان يجلب سلام فالمؤمن أحبائي هو اللي تكون حركة حياته على أساس حركة المسيح الذي فيه إحنا بدنا نتحدث عن هاي الحالة دا أقول لكم أنه هذه الإمرأة هي إمرأة مؤمنة يعني دا تحاول تتقرب من الرب بس مدى تقدر تعالج هذه الجزئية اللي هي صارت كل كيانها صار هناك فيروس معاش أشعدها وهي مدى تقدر تتخلص من عنده فبينما الله ديري يظهر في أعمالنا هذه الإمرأة مدى تستطيع أن تظهر الله للآخرين مدى تستطيع تظهر محبة الله تواضع الله مسامحة الله هاي يعني إلهنا هو المضحي هو المعطاء فإحنا إذا ما دا نعكس هذه الصورة إحنا بالحقيقة دا نبتعد عن الله واللي يبتعد عن الله يوم بعد يوم منه يقتنصى إبليس فحذاريكم حذاري من هذه الأفكار وين الخلل يصير الخلل يصير أحبائي من أنا أتبنى الأفكار المغلوطة عن شخص كيف أحكم على التصرفات الآخرين كيف أقيمها التقييم الصحيح يجب أن يتم من خلال رؤية الموضوع بكاملة يعني أنا دا أتعامل مع شخص معين هو إنسان دا يعمل معي خير كثير وأخفق في جزئية معينة لنفرض إذا هو أخفق يعني لنفرض أنه هو أخفق أنا أجي أنسى كل هذاك العمل وأركز على هذه الجزئية الصغيرة فأنا أكون دا دا يكون عندي خلل بطريقة تفكيري يكون عندي خلل بطريقة تقييمي للأحداث وهاي مشكلة يقع بها الكثيرون ينسون كل الخير اللي صنع هذا الشخص ويمسكوها عليه ليش ما كذا ليش ما عملت كذا أنت مو خوش آدمي أنت مو هذا يا با زين ما يخالف بس أنا ترى عملت كثير معاكم بالسابق وطبعا ما رح يقولهم بس لسان حالة دا يريد يقولهم أنه هذا الخير اللي أنا عملت كله نسيته فنلاحظ أنه طريقة التفكير السلبية والخاطئة تقود الكثيرين لعدم المسامحة أكل بعض يتبنون الفكرة السلبية ويحكمون على هذا الشخص أنه هو غير قابل للتغير أنا خلص هذا الإنسان حكمت عليه أنه هو إنسان سيء وهذا ما رح يتغير طيب ليش ليش ما أنت تصلي من أجله هل إلهنا عاجز أن يغير هذا الإنسان لو كان هو عنده إخفاق معين لا إلهنا قادر كيف أنت رح تصلي لو أنت تكره أنت خلص ما سامحت الإنسان المسيحي الحقيقي يجب أن يشعر ويشعر الآخرين أنه المسيح موجود في حياته يجب هو أن يشعر أولا أنه المسيح موجود في حياته ممجد بحياته ده يعمل في حياته حتى يستطيع هو أيضا أن يشعر الآخرين بهذه الحقيقة إذا مدى يستطيع أن يظهرها للآخرين لا يزال يتلذذ بالخصام بعدم المسامحة بعدم الغفران ما يستطيع أقول بعض يقولون ما نقدر ما أنا خلاص أنا هذا الشخص يعني حكمت عليه حطيت حكم إعدام حكم شون بلاك لست يعني بالقائمة السوداء خلاص أنا هذا ما أقدر بعد تواصل معه مع العلم هذا الشخص قد صنع خير كثير في حياتهم فإذن هناك سواد هناك مشكلة هناك صراع داخلي في حياة هذا الإنسان فهل هذا الإنسان ديغامر بأبديته من الذي يسيطر على كيان هذا الإنسان هناك قوة شريرة مسيطرة ودتقودة لكل هذه الأفكار قوة شريرة تسلط شيطاني هذا فهي تظهر حالة خطرة جدا في حياة هذا الإنسان هو بيش يخدر نفسه بيش يحاول يقنع نفسه خلي أحضر لي القداس الإلهي خلي أحضر لي هاي المحاضرة يخدر نفسه يعتقد أنه هو بخير بس هو بالحقيقة في وضع يرثى له وهو كل هذه الأمور اللي ديسويها هو ما رح تفيده بشيء أبدا يكون ديضيع وقته هذه الجزئية اللي دي نتحدث عليها قادرة وبشكل كبير أن تفقد الإنسان خلاصة الإنسان المسيحي بعد أن يتجذر بكرمة المسيح يفقد خلاصة إذا استمر بعناد القلب لا يستطيع أن يسامح الرب يسوع قال أنتم مطلوب من عدكم أن تسامحون سبعين مرة سبع مرات صحيح لمن للي يجي ويعتذر شخص تعب يعني أو سوالفة تعب معين يعني أذاني لنفر بس يجي أعتذر يجي وقال يا بأ أنا آسف إذا بدر مني فت شيء إذا إذا أنت فكرت عني أنه أنا صنعت هذا أنا آسف أعتذر فيقول سبعين مرة سبع مرات فهذا بعدها مرة دي يخفق ما دي يقدر يسامح مرة وحدة يعني هذا الشخص مو دائما دي يغلط هاي الغلطة لا لا مرة وحدة غلطها بس هو شنو أخذ موقف خلص أنا بنيت نظرتي الكاملة عن هذا الشخص من خلال هذا الموقف نظرة كاملة موقف كامل أنا بنيته بناء على هذا التصرف اللي هو أخذ على أنه هو إهمال ما اهتم بيه ما كذا طبعا هو ما موعود بهذا الشيء يعني فنرجع ونقول هي أفكار مسمومة وأفكار شيطانية هل الإنسان الزعول يستخدم الله هل الله يكون فرحان بها كذا بالتأكيد كله فإذن هو من دي يبقى مصمم على هذا المسعى هو دي يفقد قوة عمل الله في حياته واللي بالتالي شرح تأدي الغصن اللي يجف رح ينزع ويرمى للنار فإذا هو دي يفقد ثمرة ما رح يستخدم خلاص الروح القدس حزين في هذا الكيان ماكو استخدام ماكو ثمر ما معنى أن يسامح الإنسان وما معنى أن يغفر معناه أنه يتمم ويعيش كلام المسيح الصلاة الربانية يقول اغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أساء إلينا كما نحن اغفر لنا كما نحن فإذا أنا مدى أقدر أعيش هاي الجزئية البسيطة يعني وهي هاي جوهر المسيحية جوهر المسيحية مدى أقدر أعيشها فأنا شنو الفائدة إذا رح أروح للكنيسة ورح أحضر درس كتاب المقدس ما رح أستفيد شيء أين هذا التصرف من أحب أعداءكم يعني أنت بعدك مع اللي دا يعتذر منك مدى تقدر تسامحه فكيف الإنسان اللي هو عدوك وينك من هذاك هذاك يعني شو رح تسوي معه إذا أخوك اللي مشاركك بالإيمان واللي قد صنع خير معاك مدى تقدر تغفر له فما بالك بعدوك اللي الرب أمرك أنه تحبه فرح تكون إش قد أنت بعيد كل البعد عن فكر المسيح بعيد العلاقة أحبائي أو ردود أفعالنا يجب أن تعكس الرباط السري بيننا وبين المسيح أنا من داعيش حياتي مع المسيح وهذا دا يظهر للآخرين دا يظهر ماذا؟ دا يظهر هذا الرباط السري دا يظهر مدى تشبعي بالمسيح فإذن من مدى أقدر أعيش وصايا المسيح لا يجب علي أن أتوقع بركات المسيح خيرات المسيح ونحن نتحدث عن أمور أبدية الأكاليل المراكز يجب علي أن لا توقع هذا الشيء يجب علي أن لا ألوم الرب يا رب ليش ما تستخدمني ليش تستخدم فلان وأشو يعني فلانة صارت مرتلة وفلان دا يخدم بالكنيسة شماس ليش أنا ما تستخدمني يقول لك روح أفحص ذاتك ليش ما لا تقدر تسامح ما هو الرب قال إذا جيت وجبت قربانك للمذبح ولأخيك شيئا عليك اذهب اصطلح معاه قبل أن تذهب تأتي وتقدم قربانك لاحظون أحبائي يجب أن نقرأ ما بين الصطور في الكتاب المقدس ما هي الأمور المهمة جدا واللي الرب شدد عليها أهم من التقدمة المسامحة الغفران أهم من التقدمة صدقوني هي أهم من كل شيء من أي تصرف ممكن أن نتصرفها والرد بي يعني يكون عندنا رد فعل للرب أهم شيء اذهب واصطلح مع أخاك تعالوا خليكون قلبك نقي طوبة لأنقياع القلب لأنهم يعاينون الله إلهنا أحبائي رح يحاسب ورح يحاسب مو في الأبدية مو في يعني في يوم القيامة لا لا رح يحاسب الآن رح يحاسب كل الأشخاص من خلال أنه هو دي يريد يعمل فيهم وهم دي يقولوله لا احنا ما نريدك تعمل ليش يا ابني ما تريد نعمل لا أنا مدى أقدر أغفر ليه أخي مدى أقدر أسامحه هذا الشخص أنا بنيت فكرة عنه أنه مو خوش إنسان وخلص أنا رح أقطع معاه رح أزعل معاه وهذاك يحاول دي يحاول يرجع علاقة مدى يعرف شن السبب ليش هذا انقطع الرب دي يقول لا اذهب اصطلح معاه يعني تكلم إله اعرض له ما يخالف إذا أكو جزئية معينة تحب تعاتبة بمحبة عاتبة ما بيها شي ليش ما تعاتبة ليش ما تقول ليا فلان يعني أنت تعرف معاستك عندي وهالأمور بس أنا كنت أتوقع منك فد شيء معين وأنت يعني ما قدمت لي هذا الموضوع وأنا حزنت كثيرا خليه دافع عن نفسه خليه يشرح لك ليش هو قام بهذا الشيء المشكلة بهذا والناس ما يتكلمون ما يعني ما يواجهون ما يقول أنه أنا يا بأ ترى هايش جزئية هي اللي زعلتني ما يقولون خلاص أنا بنيت موقف على هذا الشخص للأشخاص أحبائي اللي دايستمعون إلنا واللي رح يستمعون لاحقا واللي قد وقعوا في هذه المشكلة عليكم بالعودة السريعة للرب عليكم بالعودة السريعة للرب لأن الموضوع لأن الموضوع ترى ما بي ما بي يعني تأخير وما بي أي تماهل الخطر ديداهمكم و ديفتك بيكم أنتو 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 لذي تتأذون أنتو أصلا ما عايشين بسلام يعني الرب بعيد عنكم ومن وين السلام رح يجيكم ما عدكم فرح ما عدكم طمأنينة ما عدكم سعادة وبالتالي هذا انعكاس لحالتكم الأبدية أبديتكم رح تكون مرة فانتبهوا الموضوع خطر جدا عدم عيش وصايا الرب ينقلن مباشرة إلى الهاوية إلى الجحيم خلاص من الإنسان يفشل بعيش كلمة الرب ويمعن الفشل يستمر في الفشل يستمر في الفشل هذا يكون قد حكم على نفسه بالهلاك الأبدي بعد أن حصل على الخلاص حصل على الخلاص طيب شو تريد بعد شنو اللي تريده بعد شو يريد يقدم لك يسوع المسيح بعد أكثر ما هو قدم لك كل أنواع البركات قدم لك كل شيء قدم لك ابنة اتجسد ويجأ إلى عالمك وقدم لك كل ما تحتاجه وانت بعدك كبرياءك عالي أحبائي محبة الأعداء ونبذ عدم الغفران يجعل الإنسان آنية مجد للمسيح فوين هذا المركز ووين هؤلاء الأشخاص هم بعيدين كل البعد مدى يقدروا يعيشوا كآنية مجد مدى يقدرون يفكرون بالأمجاد الأبدية هم محصورين في القشرة الخارجية في الحالة النفسية اللي يعيشون بها محصورين بينما الإنسان المسيح الحقيقي هو الإنسان الذي ينظر إلى الشيء النهائي إلى الشيء البعيد إلى حياة الأبدية كيف هو دي قاتل على هذه الأرض حتى يحصد أكالي الأبدية كيف هذا هو المحاك بولو صاحباء يتحول من مضطهد إلى مضطهد كيف يتحول لأنه عرف مشيئة المسيح وفكر المسيح وقرر أنه يعيشه قرر أنه يعيش فكر المسيح فلو كان هذا الشخص من النوع اللي لا يسامح لا يستطيع أن يغفر عنده عنده علة على أحد الأشخاص هل كان رح يكون من الحكماء رح يكون شخص فعلا أن يتمجد الرب يتمجد من خلاله بالتأكيد لا ما كان رح يستطيع أن يجري أي شيء ستيفانوس هو أول شهيد في المسيحية وهو شماس كان هذا الشخص يعني كان منقاد بالروح القدوس ورجل يعني مفعم بالقوة الروحية اجتمعوا عليه الأعداء وقرروا أنه يرجموا فهم دا يرجموا هو تذكر منه ذكر معلمة قال معلمي سوى هو على الصليب سوى غفر أنا هم رح أغفر حتى بالضبط أكون مثل معلمي غفر لأعداء وحتى من دون أن يعتذرون إله إحنا دا نشرح في هذه اليوم حالة لشخص دا يجي يعتذر دا يجي يعتذر يعني يعني هو دا يقر أنه هو أخطأ من دا يجي يعتذر دا يقر أوكي أنت أخذت عني فكرة حتى لو كانت غلط بس أنا جاي أعتذر هذولا ما اعتذروا وشنو اللي صار غفر لهم ليش غفرت لهم يا سطيفانوس لأني أرغب أن أكون كمسيحي كمعلمي كفادية كربي فإذن إحنا لازم يكون عندنا فكر المسيح تصرفات المسيح وداعة المسيح حلم المسيح هاي يجب أنه إحنا يوميا هي تكون في فكرنا يعني في أي موقف أنا دا أتصرف يجب أن يكون هذا هو اللي مالئ فكري وليس أي شيء آخر الشلال يعطي ماء ويعطي أيضا قوة دافعة كهربائية ونحن يجب أن نكون هكذا يجب أن نكون مصدر طاقة كتابية إنجيلية للآخرين مصدر طاقة فأي طاقة رح أقدم وأنا لا أستطيع أن أسامح أي طاقة الطاقة رح تكون مشوهة ورح تكون ضعيفة جدا المسيح دعانا أن نكون مختلفين أحبائي قال مثل ما أنا سويت أنتوا سووا مثلي شفتوني أنا متواضع نكونوا متواضعين فاللاحظة حبائي أنه هاي الأمور عاشوها تلاميذ المسيح هما كانوا من خلفية أخرى كانوا يعيشون بنسق معين حياتهم اتغيرت بعد أن التقوا بالمسيح وصاروا يفهموا كلام المسيح وولدوا الرغبة أنوا يعيشوا بولوس الرسول اتحدث قال لي أن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة فأنا من يكون هدفي كله هو مسرة الله ومسرة الآخر ومسرة نفسي يعني أنا اللهم أن يكون مسرور فينا أحبائي وهو ساكن فينا هو متحد بنا بروح القدوس مسرة رح تنعكس علينا رح نكون إحنا فرحانين دائما لأننا نعيش كلمته سروره لازم ينعكس علينا فإذن المفتاح هو أن نريد وأن نعمل أن تريدوا وتعملوا من أجل المسرة والعمل بتضحية بتعب بتنازل ما يخالف أنا ماذا أستطيع مثلا أسامح هذا الشخص بس لأنه أنا بديت أفكر أنه أنا عدم مسامحتي أنا دا تؤذيني وأنا دا تحرمني من أكالي الأبدية وأنا أريد أعيش كلام المسيح لا أنا رح أغصب نفسي يجب أن أسامح لأن شنو البديل إحزان للروح القدس وإحزان لنفسي ابتعاد عن الرب عدم القدرة على الثمر وبالأخير خسارة كل شيء أنا دا أخسر كل شيء مع الوقت فمطلوب من عندنا الانسجام بين إرادتنا وإرادة الله إحنا أحبائي من أن نقول إحنا متحدين بالروح القدس إحنا يجب أن نكون جبلة واحدة مو أنه الروح القدس عنده فكر وأني عندي فكر آخر لا هذا هاي مو حياة مسيحية مو حياة انقياد بالروح القدس فكري وفكري الروح القدس يجب أن يكونون واحد سلامي يجب أن يكون مأخوذ من سعادة وفرح الروح القدس ونشاط الروح القدس في حياتي يكون نشيط يكون دا يعمل يكون دايناميك من دا أقول نشاط الروح القدس معنى أنا عاطي المجال دا أقول له يا رب أنا ما عندي حدود إليك أنا ما عندي أي مقاومة إليك اذهب وعمل بي بحسب ما تشاء فالروح القدس نار نار آكلة فدورنا أحبائي في هذا اليوم أن نبحث عن مسرة الرب في حياتنا لا أن نبحث عن مسرتنا النفسانية الشيطانية اللي تخلينا من سامح فلان من حب فلان نزعل مع فلان نغضب على فلان لا يجب أن نبحث عن مسرة الرب اللي أخلى ذاته وإجه بصورة عبد تعرض لكل الإساءات وكان يغفر ويسامح ويحب حتى يقدر يشفي حتى يقدر يقدم حتى يقدر يخلص إحنا بالأخير شنو هدفنا من هذه الحياة أن نخلص أن نخلص آخرين فإذا إحنا بعدنا ما خلصنا كيف رح نقدر نخلص الآخرين صلاتي أحبائي للجميع أن يأخذوا هذه الرسالة على محمل الجد وأن لا تبقوا أي إنسان في حياتكم عدكم عليه شيء إذا أكو شيء واجهوا واجهوا شوفوا أنتوا شنو الموضوع اتكلموا معاه بكل محبة وإذا هناك أي مجال يعني أنه يصير توافق يجب أن يكون هناك توافق إذا هو أصر يعني رح نأخذ جانب آخر أنه أنتوا مثلا يعني شخص زعل من عدكم ومدى يقبل يغفر لكم وأنتوا دا تحاولون ودا تعتذرون خلاص يعني بعد كل المحاولات ليكن عندكم كالوثني والعشار يعني خلاص احترموا إرادته بس هل أنتوا فعلتوا كل هاي الأشياء اللي تكلم عنها الرب اذهب إلى الكاهن اذهب إلى الكنيسة اذهب إلى أقرباء الكبار كذا حاول معاه إذا حاولت كل هاي المحاولات وشفت الطريق مزدود خلاص يعني هو قرر هذا الشيء بس أنتوا أحبائي انتبهوا لسلوكياتكم لا أن تشابهوهم لا أن تحكموا على أشخاص وحكم إعدام نهائي إنه هذا الشخص خلاص وهو دا يريد يعتذر منك هو دا يريد يقترب منك دا يريد يبين لك وجهة نظرة فأصلي أن نكون جميعنا محميين من هذا الفيروس الخطير اللي للأسف دا يهلك الكثيرين بشكل يومي وهم غير عارفين أنهم ذاهبين إلى الهاوية المعدلة لإبليس أصلي أن تكونون بعيدين عن هذا المصير باسم الرب يسوع آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر